التفاحة تزين نيوتناً واحداً الرقم القياسي لقوة محرك طائرة نفاثة 570 ألف نيوتن وقوة دفع ساروخ ساترن الخامس الذي حمل الناس للقمر تساوي 33 مليوناً و360 ألف نيوتن لكن كيف نقيس قوة كبيرة بهذه الدقة؟ علينا أن نسأل هذا الرجل مرحباً أنا ريك سايفرث عالم فيزياء في مجموعة ماس أنت فورس أي افترض أن أنظر إلى الكاميرا؟ طبعاً حسناً انظر حيث ما تريد أجل يدير ريك آلة حمل السكون التي قد تنتج 4.448.222 نيوتن لماذا هذا العدد الغريب؟ لأنه يساوي مليون رطل من القوة ثمت أوزان 20.50 ألف رطل في هذه الألة 20 ضرب 50 يساوي مليون رطل تساوي 4.45 ميجا نيوتن في أماكن أخرى أثمت كتل أكبر تمت معايرتها؟ أطرح هذا السؤال على زوارنا ولم أتلقى إجابة واحدة نعم أنا أعرف أين قيست أشياء أكبر حجماً لذا لو أردت التباهي سأقول إن هذه أكبر كتلة عيرت على الإطلاق تعمل الآن بهذه الطريقة تحت الأرض ثمت 20 كتلة معيرة بدقة يستخدم وزنها لمعيرة أجهزة استشعار القوة المسمات بمحولات الطاقة في مختبر علوي هذه قدرة مليون رطل 4.45 ميجا نيوتن وهذه 13.3 ميجا نيوتن قوة ثلاثة ملايين رطل إنها أكبر آلة من نوعها وبالطبع فريدة سيتم وضع أحد هذه على رأس الضغطة هنا إذن يرفع مكبس هيدروليكي في الأعلى الرافعة الخضراء حين يلمس محول القوة هيكل التحميل الأحمر يبدأ حينها برفع الأوزان وفيما تواصل الرافعة الارتفاع يصبح المزيد من 50 ألف رطل معلقاً بجهاز الاستشعار وبما أن الأوزان تنتج قوة دقيقة يمكن معايرة قراءات محول القوة بدقة ترسل هذه الأجهزة إلى الميدان حرفياً ثمت منصة اختبارات مجهزة بإحدى تلك الأجهزة محولات القوة الموضوع في مكان ما من المنصة إطلاق لدينا اشتعال في محرك ناسا الصاروخي ذي الوقود الصلب في رحلتنا إلى المريخ أطلق الصاروخ ربما ارتفع وانخفض تمت مراقبة تلك القوة تسمع في الأفلام انتقل إلى 104% من الطاقة كيف يعرفون ذلك؟ لأن شخصاً ما قاسها بالنسبة لتقليص هامش الخطأ هؤلاء لا يعبثون تساوي هذه القطعة حوالي 50,000 و 63.27 رطلا تقريباً تقريباً نعم تخيلوا ذلك كل قطعة من هذه تملك كتلة عادل عشر حافلات صغيرة وقيماتها الدقيقة معروفة بعدد من القطع المعدنية الأمريكية بعض القطع المعدنية الأمريكية نعم هامش الخطأ نعم هامش الخطأ الصغير يقاس مقارنة مع وزن الكيلوغرام الدقيق مستخدمين الكي عشرون معيار الكتلة الأساسي في الولايات المتحدة يتم ذلك بمقارنة أوزان معروفة بدءاً بالكي عشرين مع أوزان أكبر مجهولة وتدريجياً مع كتل أكبر مثلاً كتلة زنات خمسة كيلوغرامات تساوي كيلوغرامين مزدوجين وكيلوغراماً منفرداً في مرحلة ما يحولون إلى نظام الأرطال ينتقلون من خمسين رطلاً إلى خمسمائة رطل ثم إلى ألفين وخمسمائة رطل يستخدمون ميزاناً عرضياً ليصلوا إلى عشرات ألاف رطل فعشرين ألفاً وأخيراً ثلاثين ألف رطل تستخدم مجموعة من هذه الأوزان الضخمة لاحتساب كتل الخمسين ألف رطل المشكلة لكومة الوزن علينا امتلاك هذا ما نبيعه هو تأثير القوة العمودي الذي أنتجته هذه الأوزان المعلقة في حقل الجاذبية نبيع هذا مع هامش خطأ يساوي 0.0005% خمسة أجزاء لكل مليون أي لكل مليون رطل من القوة المستخدمة نضمن الدقة إذا أرد ضمن خمسة أرطال لا يعني هذا أن على الكتل أن تكون معيرة بدقة بل يجب أخذ تسارع الجاذبية في هذا الموقع بعين الاعتبار إنها أقل بقليل من الجاذبية الأرضية القياسية لذا يجب إضافة ستمائة رطل وأيضاً يجب مقاومة قوة الطفو بما أن هذه الكتل تحل محل مائة وخمسة وعشرين رطلاً من الهواء يجب إضافة مائة وخمسة وعشرين رطلاً لبلوغ مليون رطل من القوة ما أستغربه هو ضرورة وجود هذا الجهاز بطريقة ما نعم عندما أفكر في الأمر كيف تقيس بوينغ قوتها لا اعتبرت حسناً يعايرون جهازاً يصل لقوة كذا ثم يمكنهم التعمين نعم التعمين تعرف ما عنه نعم هناك قاعدة تقول اختبار فيزيائي واحد يعادل ألف رأي وقد أثبتت صحتها مراراً خاصة في عالم الاختبارات الفيزيائية لو ركبت طائرة هل أنت مستعد لقبول هامش خطأ بنسبة عشر بالمئة أو أنك تريد حلولاً لهذه القياسات أظن أن هذا ما تريد تيك تاك 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة